الكثير يبحث عن رأقة القلب ويريد الجواب المختصر إليكم العلاجة الاختصاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يوجد مؤمن يريد وجه الله تعالى إلا وهو يتمنى ويرجو من الله رقة القلب لذكره سبحانه إن رقة القلب ونزول الدمع من العين هي من أبرز علامات الحب الإلهي للعبد هي من أبرز علامات القرب الإلهي إن من يبكي في خلوته مع الله عندما يرفع يده لمناجاته سبحانه هذا المؤمن لم يبكي إلا لليقين الذي وقر في قلبه إلا لشعوره بالقرب الإلهي جل جلاله الصادقون مع الله عندما يرفعون أكف الدعاء مفتقرين متذللين محبين فإنهم لا يملكون دموعهم عندما يتجلى على هذا القلب جلال النور الإلهي لن يستطيع القلب إلا أن يدخل في عالم السعادة وجنة الدنيا وعالم الرحمة من وصل إلى هذه الصفات كان من أصحاب الحظ العظيم هي من أبرز صفات أهل الفردوس الأعلى هي من أعظم الكنوز والمواهب الإلهية على وجه الأرض عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت لم أكان ليلة من الليالي قال يا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أثلا أكون عبدا شكورا هذه هي صفات أهل الله هذه هي صفات أحباب الله هذه هي صفات الصفوة من البشر إن الله سبحانه وتعالى يحب رقة القلب فالقلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري سلامة القلب علامة من علامات النجاة يوم القيامة كما قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك كان الاهتمام بتصحيح القلب أول ما يعتمد عليه السالكون والنظر في أمراضه وعلاجه أهم ما تنسك به الناسكون حتى يلاقوا ربهم به سليما وما رق قلب لله إلا كان أبعد ما يكون عن معاص الله قال ابن مسعود رضي الله عنه أطلب قلبك في مواطن ثلاث عند سماع القرآن وعند مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده فسل الله قلبه فإنه لا قلب لك رقيق القلب من المقربين من أبرز علامات البعد عن الله قسوة القلب لذلك من كان قلبه قاسيا عليه أن يراجع نفسه عليه أن يجد الله إن علاج قسوة القلب أهم من علاج أمراض البدن لو أن أحداً قيل له أن فيك مرضاً خطيراً لدار أسقاع الأرض باحثاً عن العلاج باذلاً كل جهده وماله للشفاء ولكن المرض الحقيقي الذي ربما يمنعك من مستقبلك الأبدي الذي يحجبك عن السعادة الأبدية والخلود الأبدي في جنات النعيم لا يلقى له بالا لا يهتم به وهذه والله من الغفلة قال جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال كذلك نطبع على قلوب المعتدين إن الفسوق والمعاصي هي من أبرز أسباب حجب القلب عن الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال جل وعلا عن تراكم المعاصي على القلب قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذن الران هو سواد المعصية وإن القلب كلما تلوثه بسواد المعصية كان عن نور الله أبعد اسمعوا إلى هذا الحديث النبوي الذي يجيب عن تساؤلاتنا ما هو السبيل إلى رقة القلب هذا الحديث يختصر علينا دروساً كثيرة وأقوالاً مديدة هذا الحديث هو مختصر القول وفيه العلاج والدواء الشافي لمن أعطاه الله البصيرة إن القلب يعمى والعمى لا يأتي إلا من الظلمة فإن الظلمة تحجب النور فإن حجب النور فلا بصر قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لذلك من شرح الله صدره وأنار قلبه ورفع الران عنه فإن هذا العبد يكون من أسعد سعداء الدنيا إليكم العلاج باختصار والله يا إخوة يا أخوات إن الجواب واضح وسهل الجواب في هذا الحديث النبوي العظيم الذي يشرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال القلوب فقال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه إذن المسألة أننا في اختبار نزلنا في هذه الدنيا للاختبار ستعرض على كل إنسان الفتن كل إنسان على هذه الأرض سيتعرض للفتنة فإن استقبلها وقبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء يشربها القلب فتصل إلى أعماقه وصميمه وإن أنكرها يعني عرضت أمامه الفتنة ونفسه تريدها ولكنه كسر هذه النفس وامتنع لوجه الله الكريم وحباً وطمعاً في قربه ومرضاته سبحانه وتعالى نكت في قلبه نكتة بيضاء نكتة بيضاء فإن استمر الإنسان في المعصية ولم يجدد التوبة تراكمت هذه الذنوب خصوص من يسر على المعصية ولا يتوب هذا في خطر عظيم في خطر عظيم لأنه فتح المجال إلى هذه الدناسة وهذه القذارة بأن تدنس وتنجس قلبه وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب فإذا فتح قلبه على الفتن وتكيف معها وأنس بها وتقبلها تراكمت على قلبه حتى يكون السود لا مجال للبياض أن يتخلى له فيكون كالكوز مجخيا مثل الإناء المقلوب مهما صببته فيه الماء لن يستقبله وهذا والعياذ بالله يسمونه الختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم نعوذ بالله العظيم من الختم وإن استمر المؤمن في مقاومة الفتن وجعل نفسه وقلبه مستقبلة للبياض فإن هذا القلب بعد فترة من الزمن عندما يمتلئ بالبياض يصبح قلبا مقربا من الله أولئك المقربون قال جل وعلا عن هذه القلوب في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال عنهم جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب عندما يرى الله هذا العبد يترك من الذاته ومحبوباته ويكسر نفسه له سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا هو الأكرم سيرتقي هذا الإنسان في هذه الدنيا ويكون ويصل إلى درجة المقربين فتأتيه البشرى في الحياة الدنيا بعد فترة من المجاهدة تأتيه المبشرات في المنام يرى الرؤى الصادقة ويرى رؤى تأتي مثل فلغ الصبح ويبشر في الجنة وهو في الدنيا وربما بشر بالولاية وهو في الدنيا فيرى معية الله معه فيكون من أسعد الناس على وجه الأرض تخرج الدنيا من قلبه تماما ولا يريد إلا الله ولا أحد أعلى في قلبه حبا من الله فيحيى بالله ومع الله وإلى الله مشتاق إلى لقاء ربه ومولاه لا يخاف الموت يفتح الله على قلب هذا المؤمن من السعادة بمناجاته سبحانه والكرامات من المواهب الإلهية التي تجعل دموعه تفيض في اتصاله بالله سبحانه وتعالى وخلوته مع الله يبكي فيدخل في عالم الملكوت الأعلى فلو أعطي الدنيا بما فيها لم يراها شيئا ويراها كأنها هباءة إذ أن السعادة بالله لا تعدلها أي سعادة على وجه الأرض القلب الثالث هو القلب الذي في مرحلة الجهاد المجاهدة بين الأبيض والأسود أحيانا يذنب ثم يتوب ويذنب ثم يتوب وهكذا مستمر في سعيه ووصوله ونيته الطيبة للوصول إلى الله ومرضات الله عنه فيكون في هذه المجاهدة في هذه المجاهدة إلى أن يرى الله سبحانه وتعالى صدقه ويرى انكساره ويرى مجاهدته واجتهاده والله سبحانه وتعالى يغفر له ويبدل سيئاته حسنات كل مرة وإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملك كما ورد في الحديث النبوي فعندما يرى الله الإنسان هذا لا يكابر ويعثر بالذنب وتضايق وينكسر ولا يريده ويستغفر الله كل مرة فإن الله جل وعلا سيأتي يوم على هذا العبد على هذا المؤمن الطيب الذي فعلا يريد الله يجاهد سيأتي عليه يوم يجذبه الله سبحانه وتعالى إليه ويطهر قلبه ويزين الإيمان في قلبه فيدخل في عالم القرب الإلهي قال سبحانه والذين جأهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين إن الذنب هو مرض الذنوب أمراض القلب يا إخوة يا أخوات يمرض وما هو الدليل قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال جل وعلا في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتنه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وهنا لفته هامة في هذه الآية الكريمة أن من يتتبع البنات بالمعاكسات وغيرها هو مريض القلب هذه الآية دليل قاطئ على أن من اتصف بهذه الصفة فهو مريض القلب والبيت المشهور الذي يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها إن الذنوب هي السبب الرئيسي لقسوة القلب والحجاب عن الله سبحانه وتعالى لذلك قيل أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا نحن لا ندعي العصمة من الذنوب ولكن ندعو لتطهير القلوب مباشرة بالتوبة الصادقة بعد الذنب وعدم الإصرار عليه والعمل الصالح الذي يبدل الله به السيئات إلى حسنات كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقال جل وعلا إلا من تابه وآمنه وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذن ميزان القربي أو البعد من الله هو مدى نقاء أو فساد هذا القلب وهنا تساؤل هل رقة القلب والخشوع والدموع هي بإرادة الإنسان الآنية اللحظية أم أنها وهب من الله في الحقيقة أنها وهب من الله يبعث الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة على القلب متى ما شاء الله فتبكي العين ويدخل هذا الإنسان في عالم الملكوت الأعلى ولكن الذي بإرادتنا هو أن نسعى لأن نصل ونطهر القلب لاستقبال هذه التجليات الإلهية هناك يا أخوة من المؤمنين من يبكي يوميا هناك من الصالحين كما روي عنه كان يبكي عشرين سنة وهو يبكي وهو بجوار زوجته على فراشه ولا تعلم عنه زوجته هل انقطعوا في هذا الزمان لا لم ينقطعوا فإن الأولياء وإن المقربين من الرحمن موجودون إلى يوم القيامة ولكنهم أخفياء هناك نور إلهي نور الله إذا كان القلب مستعدا لاستقباله أضرب لكم مثالا تخيلوا كوبا من الماء كوب من الماء زجاج صحفي هذا الكوب قطرت فيه قطرة من حبر أسود ماذا سيحصل بهذا الكوب سيتلوث تخيل لو أنك قطرت فيه قطرة ثانية من هذا الحبر ماذا سيحصل سيزداد التلوث تخيل لو قطرت عليه قطرة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة هذا الكوب لو وضعته أمام النور أمام نور الشمس هل مع هذا السواد وهذا التلوث هل هذا النور سيتخلل هذا الزجاج وهذا الماء أبدا هل هل هذا الكوب الزجاجي سيصل إليه النور الجميل نور الشمس الجميل المبهج الشرح المسعد هل سيصل إلى هذا الماء لن يصل فهو محجوب بالملوثات والسواد الذي هو الران ولله المثل الأعلى تخيلوا نور الله النور الإلهي لو وصل إلى هذا القلب النقي الصافي الطاهر الأبيض كالصفة عندما تزيل عن قلبك الران سترى العجب سترى العجب عندما يكون قلبك أبيض كالصفة من الطهارة والنقاء والإخلاص والأعمال الصالحة عندما يصل قلبك لهذه الدرجة العالية من الصفاء سترى العجب ستدخل جنة الدنيا سترى القرب الإلهي سترى المبشرات سترى ما لا يصدقه عقل الذي يريد فعلا أن يصل إلى ملك الأكوان أن يصل إلى شرف أن ينظر الله إليك نظرة واحدة نظرة فقط نظرة رضا وحب الذي يريد فعلا هذا الأمر بالصدق وإخلاص هو الذي يصل إلى الله من عرف الله لا يريد دون الله شيء أنت وصلت إلى مالك الأكوان أنت وصلت إلى خالق الجنة كن فيكون أنت وصلت إلى الأعلى إذا أحبك الله إذا أحبك الله لا تريد بعد حب الله شيء أحبك الذي خلق الجمال في الأكوان جميعا أحبك الذي أوجد العجب وأوجد ما لا يخطر على قلب ولا تدركه لا تدركه القلوب والعقول ولا تدركه القلوب والعقول أحبك الذي أوجد كل شيء أحبك الله الله نور الأكوان الله الذي يعز من يشاء ويرفعه إلى أعلى الليين الله الذي لو تخلى عنا لحظة واحدة لكانت الأكوان في العدم الله الذي علمنا الرحمة وأوجد الرحمة وأوجد الجمال وأوجد الحب تقدست أسماؤه وجل جلاله لا نحصثنا أن عليك سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك فالذنوب كلما زادت قلت شفافية القلب فضعفت الرؤيا وضعف الاتصال بالرحمن وكلما زاد الصفاء صار القلب أنور وضاء وضاء كالصفاء كان الاتصال أقوى وأعلى وإلى محبة الرحمن وقربه قال جل من قائل في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال سبحانه أولئك المقربون فمن أهم وسائل رقة القلب الدعاء كما في معنى الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من القلب الذي لا يخشى والعين التي لا تدمع فكثرة هذا الدعاء لها الأثر العظيم على القلب فلو استجاب الله تعالى وأرسل رحمة من رحماته على القلب فإنها تتغلغل فيه وتحول ذلك القلب من القسوة إلى الرقة فتحسن عاقبته ومآله وينفر من عصيانه واشتاق للقياه إن رقة القلب هي النعمة التي ما وجدت نعمة على الأرض أجل وأعظم منها الاستعانة يا أخوة من أهم النصائح الاستعانة والافتقار إلى الله بأن يعين كل يوم نقول إياك نستعين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك كانوا يشدون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم لو لا الله مهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فالتوكل على الله ورؤية النفس بالافتقار والضعف إلا بالله هذه من أهم وأعظم الطرق التي يعني تجل برحمة الله وإعانة الله للعبد أما الغرور الكبرياء بالقوة فهي من أعظم الأمور التي تحجب الإنسان عن الوصول لله جل وعلا وكذلك من النصائح الهامة جدا الإكثار من ذكر الله وجعل ذكر الله سبحانه وتعالى مصاحبا لك في كل يومك وفي حياتك قال جل وعلا فاذكروني أذكركم وفي الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فالذكر هو من أهم أسباب المعية الإلهية كلما زال الران عن القلب كلما كان الحضور مع الله أقوى والشعور بقربه جل وعلا أعلى وأسمى فلا تكاد تقول يا الله إلا ويتجلى على قلبك النور والرحمات والهيبة الإلهية والشعور بحب الله وغربه منك لا تجد ولي من أولياء الله يغتر بنفسه ويمتدح ذاته الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يفرح المؤمن بالمبشرات ويفرح المؤمن بالكرامات ولا يغتر بها استبشر ويفرح ولا يغتر بها تكون بينه وبين الله تعالى ويكون بين الخوف والرجاء يكون بين الخوف والرجاء كما في قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات لماذا رقة القلب من أعظم ما يسعى إليها أهل الصدق بالإيمان لأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والأحاديث التي وردت عن فضل البكاء من خشة الله عظيمة جدا كما قال صلى الله عليه وسلم وكما ورد في الحديث النبوي عينان لا تمسهم النار ومنها عين بكت من خشية الله والله إن السعي لرقة القلب وتطهير القلب ومعالجة القلب إنه من أهم المساعي في هذه الحياة أهم من الأبناء أهم من الأموال ما من جريمة على وجه الأرض إلا وتكون من قسات القلب ما من بشاعة على وجه الأرض إلا مصدرها القلب القاسي الميت الذي لا رحمة فيه فإن أتت المبشرات وأتت الإشارات بالقرب الإلهي من هذا العبد فليفرح وليستبشر وهنيئا له هذه الجنة وهنيئا له هذه الحياة ولكن ليحافظ على الانكسار والخوف والرجاء فإنها صفة يحبها الله جل وعلا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل أعمالنا وأوصلنا إليك برحمتك وفضلك وكرمك ومنك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر